أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان الحديث حول التوحيد وفي الحلقة الماضية تكلمنا حول الحديث السادس من باب حدوث العالم من الكافي الشريف هناك ملحد سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الدليل على التوحيد والإمام عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أدلة وهذه الأدلة أدلة عقلية في الحلقة الماضية ذكرنا دليلين من هذه الأدلة وأما الدليل الثالث فهو ما يعبر عنه ببرهان الفرجة وهذا الدليل في طول الدليلين الأولين وحاصله أنه أنت الثنوي تدعي بإلهين اثنين فنسألك أن هذين الإلهين إذا كان متفقين من كل جهة ما كان أثنين كان واحدا لأنه كما ذكرنا فإن الإثنينية تقتضي الإختلاف في بعض الجهات لا يمكن أن يكون شيئان إثنان إلا إذا كان بينهما اختلاف في المكان في الزمان في الأوصاف وما إلى ذلك لكن إذا اتفق من كل الجهات فهما ليس بإثنين بل واحد بعد بيان هذا البرهان كما مر في الحلقة الماضية في طول هذا البرهان برهان ثالث وهو أنه لنفرض أنهما إلهين اثنين لكن في مكانين يعني الإله الأول يمتلك كل صفات الكمال وهو منزه من كل صفات النقص وكذلك الإله الثاني لكن بينهما اختلاف في المكان أحدهما في اليمين مثلا والآخر في الشمال فصار هناك اختلاف بينهما لكن ليس اختلاف بالذات وإنما اختلاف في الحيز الذي يشغلانه طبعا بقطع النظر عما سيأتي بأن الإله لا يمكن أن يكون في مكان لأن المكان مخلوق ويستحيل أن يحيط المخلوق بالخالق المكان حادث والرب قديم ولا يمكن ولا يمكن أن يحيط الحادث بالقديم لأن قبل أن يحدث ما كان ذلك القديم في مكان فبعد حدوث المكان لا معنى للقول بأنه دخل في المكان لأنه لم يكن في مكان ولم يكن يحتاج إلى مكان مضافا إلى أن المكان هو صفة للأجسام الجسم هو الذي يحتاج إلى المكان أما ما ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان ربعا هذا كلام مفصل سيأتي الحديث عنه لاحقا وقد أشرنا إليه فيما مضى سين قطع النظر عن هذا الأمر نحن ننتقل إلى مرحلة لاحقة لنفرض عدم الاستحال في حلوله في مكان أنت تفرض أنت الثنوي تفرض إلهين اثنين زين والمائز بينهما المكان نسأل هذا الإله الأول بزعمك في مكان والإله الثاني في مكان هل هذان الإلهان مندمجان أحدهما في الثاني كلا لا يقول بهذا الأمر أحد من الثنوية يعني الذين يعتقدون بتعدد الآلهة لا يقولون بحلول إله في إله ثاني أو بامتزاج إله بالإله الثاني وإنما يقولون كل واحد منهما في مكان زين نأتي ونسأل نقول إذا كان الإله الأول في مكان والإله الثاني في مكان فبينهما فاصل هذا الفاصل يعبر عنه بالفرجة بينهما فاصل هذا الفاصل هل كان من القديم يعني قديم معهما أو هذا الفاصل حادث لأن الفاصل لا يمكن أن يكون لا شيء العدم لا يمكن أن يكون فاصلا بين وجودين وإنما الذي يكون فاصل بين وجودين هو وجود يعني مثلا الفاصل بيني وبينك مثلا هناك مسافة هذه المسافة حيز مكان ويوجد فيه أشياء أخرى هذه أمور وجودية موجودة لذا صارت فاصل بيني وبينك أما العدم لا يمكن أن يكون فاصلا زين فالإله الأول بزعمك والإله الثاني بزعمك بينهما فاصل هل هذا الفاصل حادث معنى ذلك أنه في الأزل لم يكن فاصلا بينهما إذا ما كان فاصل بينهما فمعنى ذلك أنهما مندمجين متلاصقين زين ومعنى ذلك أن المكان لم يعد فاصلا لم يعد فارقا بينهما إذا المكان ما كان فارق بينهما معنى ذلك هو أن الإلهين اثناء واحد ليش لأنه كل صفات الكمال فيهما موجود وهما بريئان من كل صفات النقص ومنزهان عنه الفارق كان في الفاصل هذا الفاصل في الأزل لم يكن موجودا فمعنى ذلك أنه في الأزل لم يكن فارقا فإذا لم يكن هناك فارق معنى ذلك الاتحاد بينهما ورجعنا إلى الدليل السابق فأنت فأنت تضطر في أن تقول بأن هذا الفاصل الذي بينهما وهو أمر وجودي وموجود هذا الفاصل أيضا قديم بقدمهما يعني كما الإله الأول بزعمك قديم والإله الثاني بزعمك قديم الفاصل بينهما أيضا يكون قديما زين نحن قد ذكرنا في البحوث الماضية أن الشيء القديم معنى أنه لا علة له وجود ما إلى بداية ليس مسبوقا بالعدم زين هل يمكن أن يكون شيء لا بداية له ولا سبق للعدم عليه نعم إذا كان واجب الوجود يعني وجود ضروري إذا كان وجود ضروري يعني دائما يكون موجودا قبل الزمان وحين الزمان وبعد الزمان لأنه خارج عن الزمان فإذا كان وجود ضروري لا يمكن أن يكون الشيء الذي وجود ضروري لا يمكن أن يكون ناقصا لأنه يحتاج في زوال نقصه إلى غيره والاحتياج كما مر سابقا هو عجز ولا ينسجم العجز مع الألوهية فإذا هذه الفاصلة بينهما حسب فرضك تكون قديمة فلا يمكن أن تكون هذه الفاصلة فيها نقص معنى ذلك أن الفاصلة أيضا تكون إله ثالث لماذا لأن إذا هذه الفاصلة وهي آمر موجود ليس فيها نقص معنى ذلك أن جميع صفات الكمال موجود فيها وهي منزهة من جميع صفات النقص يعني يوجد فيها العلم والحياة والإدراك والقدرة وما إلى ذلك وصفات النقص ما موجودة فيها وإذا شيء يمتلك جميع صفات الكمال وهو منزه من صفات النقص فهو إله فبناء على التزامك بأن الفاصلة قديمة والقدم بمعنى الكمال المطلق والتنزه من النقص مطلقة معنى ذلك أن هذه الفاصلة أيضا تكون إلها ثالثا هذا نتيجة كلام الثنوي إذا كانت الفاصلة إله ثالث فأنت ادعائك بأن هناك إلهين اثنين يتحول بالملازمة إلى ثلاثة آلهة فإذا تحول إلى آلهة ثلاثة نفس الكلام الذي ذكرناه بين الإلهين يجري في الآلهة الثلاثة هذه ما دامت هي ثلاثة معنى ذلك أن أماكنها تختلف إذا اختلفت أماكنها يحتاج أن تكون هناك فاصل بينها فبين الآلهة الثلاثة تكون فاصلتين فاصل بين الإله الأول والإله الثاني وفاصل بين الإله الثاني والإله الثالث فصار الآلهة خمسة لأن الفاصلتين أيضا إذا كانت قديمتين ينبغي أن تكون واجدة لجميع صفات الكمال وفاقد لجميع صفات النقص فصارت الآلهة خمسة زين هاي الخمسة تحتاج أيضا بينها فواصل وهكذا يعني أنت لازم هكذا يتسلسل الكلام عندك إلى ما لا نهاية من الآلهة فكل من يلتزم بإلهين اثنين نتيجة التزام هو عدم حصر الآلهة الإله الآلهة غير متناهية وهذا أمر مضافا إلى بطلانه بالبداهة نفس الثنوية لا يلتزمون بذلك الثنوية يقولون بإلهين اثنين القائلون بالتثليث كالنصارى يقولون بعالهة ثلاثة لا أكثر من ذلك لا أنه يقولون بأن هناك آلهة لا تعد ولا تحصى وغير متناهية طبعا هذا الدليل في طول الدليلين السابقين فتحصل أن برهان الفرجة حاصله أن الالتزام بإلهين اثنين يقتضي أن يكون بين الإلهين الاثنين فارق أنت لا تقول بأن الفارق في صفات الكمال لأن كل الإلهين تزعم بأنهما كاملان ولا تقول في نقص في أحدهما أن الفارق نقص أحدهما وكمال الآخر لأن ذلك لا ينسجم مع الألوهية فإذن لا يكون الفارق إلا بالفاصلة وهذه فاصلة أمر وجودية هذه الفاصلة حسب كلامك لازم تكون من القدم موجودة والقديم والواجد لصفات الكمال الفاقد لصفات النقص المنزح عنه فصارت الفرجة إلها ثالثا وبين هذه الآلهة الثلاثة أيضا يجب أن تكون فرجتين صاروا خمسة وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية والتسلسل الباطل ولا يلتزم به الثنوية فتحصل من جميع ذلك أنه بعد ثبوت وجود الخالق الرب لا يمكن عقلا أن يكون هذا الرب متعددا وإنما هو إله واحد بالدليل العقلي زين هذا الرجل اللي كان جاي لمناظرة الإمام الصادق عليه السلام هذا الرجل هو بالأساس كان ملحد يعني لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى لكن إجا وسأل عن دليل التوحيد لعله كان يتصور أنه لا يمكن إثبات التوحيد بالدليل العقلي لكن وفرع وفرع ثبوت النبوة أنت الذي تعتقد بالرب وتعتقد بأن الرب أرسل رسولا وهذا الرسول جاء بهذا الشرع فالشارع هو الرسول وأن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول أيضا إثبات رسالة الرسول عبر العقل عندما تشاهد معجزة من هذا الرسول العقل يكشف هذا الأمر أن هذا الرسول جاء بأمر لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله فإذن الذي أعطاه هذا الأمر هو الرب فهو صادق وهل يعقل أن يعطي الرب المعاجز لناس كاذبين كلا لأن هذا خلاف الحكمة وهذا نقص والله سبحانه وتعالى مبرأ من النقص فبعد إثبات التوحيد وإثبات أصل وجود الله وإثبات صحة نبوة الرسول بعد ذلك كل ما جاء به الرسول هو من عند الله سبحانه وتعالى فإذا جاء الرسول بشيء لا يدركه عقلنا يجب أن نتبعه لماذا لأنه بعد علمنا بأنه من طرف الله سبحانه وتعالى وأن الله حكيم ولا يشرع شيء لغو ولا خلاف الحكمة نعلم بأن ما جاء به هو صحيح لذلك إذا الأحكام الشرعية لم لم نتمكن من الاستدلال لها بالأدلة العقلية لأن العقل محدود لا يدرك كل شيء ولذلك كلما كان علم الإنسان أكثر عقله يكون أوسع العقل لا يتمكن من الحكم على المجهول إذا صار معلوم ذاك الوقت العقل يحكم أو يكشف فنحن نعلم بأن هذا الخالق حكيم جاء بهذه الأحكام عبر هذا الرسول إذا اكتشفنا سبب هذا الحكم فبهو وإذا ما اكتشفنا علمنا بأن الذي جاء بهذه الشريعة حكيم يكفينا في حكم العقل بوجوب اتباع ذلك تلك الشريعة وتلك الأحكام مثلنا فيما مضى أنت عندما تراجع طبيب وتعلم بأن هذا الطبيب حكيم إذا وصف لك وصف أنت قد تسأل الطبيب وقد يجيبك لكن الإجابة قد تحتاج إلى معلومات الإنسان لا يدرك كثير من المطالب العلمية إلا بعد دراسة سنوات طويلة قد تكتشف ما يقوله الطبيب يعني يتضح لك الصورة وقد لا تكتشف لكن مع ذلك تلتزم لماذا؟ لأن تقول أنني أعتقد بأن هذا الرجل حكيم وعالم فما قرره صحيح مع أنه الطبيب قد يخطئ والرسول معصوم لا يخطئ فإذا نحن لم ندرك وجه تشريع بعض الأحكام في الشريعة هذا ليس معنى أن هذا الحكم ليس بصحيح أو لا يجب علينا الالتزام به بل معنى ذلك أن عقولنا قاصرة عن اكتشاف كثير من الحقائق وهذا أمر بديهي أن عقولنا قاصرة عن اكتشاف كثير من الحقائق وكلما ازداد العلم ازداد العقل بعد هذه المرحلة رجع هذا الملحد إلى الكلام حول آصل وجود الله سبحانه وتعالى الإمام عليه الصلاة والسلام استدل له بأن الأثر يدل على المؤثر أنت إذا رأيت أثرا وتعلم بأن هذا الأثر حادث لم يكن ثم كان تسأل عن المؤثر إذا رأيت بنيان مشيد هذا البنيان المشيد تعلم بأنه حادث لم يكن ثم كان تسأل من الذي شيده كذلك هذا العالم هذا العالم حادث فمن الذي أوجده وهذا دليل على وجود الخالق وهذا دليل فطري كل إنسان يدرك هذا الأمر بفطرته إذا لم يكابر ولم يعاند ولذلك من بدو الخليقة إلى يومنا هذا عامة الناس يعتقدون بوجود الله وحتى الملحدون ينكرون باللسان لكن قلبهم متيقن بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وهذا الأمر الفطري يظهر نفسه في الأزمات يعني إذا السفينة في حال غرق هذا الملحد يرى قلبه متعلق بشيء ينقذه وإذا طائرة أوشكت على السقوط كذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هذه الحالات الأزمات والحالات الإضطرارية هذه الفطرة تظهر نفسها زين بعد ذلك جاء الدور عن سؤال ثالث هذا الملحد بعد أن سأل عن التوحيد والإمام أجابه بثلاثة براهين وسأل عن أصل وجود الله والإمام استدل له بدليل الأثر يدل على المؤثر هنا يسأل سؤال أنه ما هي حقيقة الله سبحانه وتعالى ثبت لنا وجود الرب لكن ما هي حقيقته هنا الجواب أن حقيقة الرب مجهولة لنا لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى نعلم بوجوده بضرورة العقل وبالفطرة ولكن حقيقة هذا الوجود هذا الأمر لا يمكن لنا أن نصل إليه قبل أن نذكر كلام الإمام عليه الصلاة والسلام نذكر مثال من الأمور المادية نحن الأمور المادية التي تحيط بنا أكثر هذه الأمور المادية حقائقها مجهولة لنا وإنما وإنما نعرف بها عن طريق الحواس نحس بها أو الآثار يعني مثلا الكهرباء الكهرباء الذي يجري في هذه الأسلاك ما هي حقيقة الكهرباء نعم نحن نعتقد بوجود الكهرباء لماذا؟ لأننا يمكننا إحساسه يعني إذا واحد لمس سلك هذا السلك يصعقه ينتلى هذا الإحساس عبر القوة اللامسة يكشف لك وجود الكهرباء وكذلك عن طريق الآثار عندما ترى الإنارة وغير الإنارة أنت عندما ترى هذه الآثار تعلم بوجود الكهرباء أما شنو هي حقيقت لا نعلم بل غالب الأشياء الآن الوجود إحنا الآن موجودين لولا نعم موجودين نحن موجودون زين كيف نعلم بوجودنا عن طريق الإحساس يعني أنا أراك أحس بك عبر النظر فأعلم بوجودك أو الإنسان يلمس شيئا عبر اللامسة أو يتذوق شيئا أو يشم شيئا أو يسمع بشيء عن طريق الحواس نعلم بوجود الأشياء وكذلك بعض الأمور التي لها آثار زين أنا أشوفك لذا أعلم بوجودك ولكن ما هي حقيقة الوجود حقيقة الوجود مجهولة لنا مفهومه من أعرف الأشياء عندما أنت تقول لشخص موجود غير موجود وجود عدم حتى الطفل الصغير هذا المفهوم يفهمه مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء أما حقيقة الوجود شنو هي ممعلومة حقيقة الأشياء مجهولة لنا العلم الحديث يحاول أن يكتشف العنصر الذي كون هذه الأشياء ويغور في الأشياء أنها مكونة من العنصر الكذائي والعنصر الكذائي يزين شنو ذلك العنصر يغور فيه إلى أن يصل إلى الذرة وأن الذرة تتركب من كذا وكذا وكلما كانت الإلكترونات أكثر العنصر يكون غير ما سبقه لأنه حسب ما يقولون اختلاف العناصر يعني الملح يختلف عن الذهب شنو هو الاختلاف أن الملح مثلا إلكترون واحد فيه والذهب بأكثر من مائة الإلكترون زين لكن شنو هو الإلكترون وشنو هي الذرة حقيقتها مجهولة لنا فبناء على ذلك إذا الأجسام التي نحن نلمسها نحن نشعر بها عبر الحواس أو ندركها بعقولنا هذه الأجسام لا نعرف حقيقتها فكيف بوجود الله سبحانه وتعالى الذي ليس هو بجسم ويختلف عنا في كل شيء ليس كمثله شيء هل يمكن أن ندرك حقيقته لا عدم عدم إدراكنا لحقيقته ليس بمعنى أنه ليس بموجود لا هو موجود لماذا لأن نعرف بوجوده عن طريق آثاره وعن طريق دلالة العقل إليه لكن أن نعرف حقيقته فهذا مستحيل مو معنى أنه وجوده ضد العقل لا معرفة كونه وجوده هذا لا يمكن للعقل أن يصل إليه لكن العقل يدرك بأنه موجود لكن شنو هذا الوجود ما ندري لذا الفرق بين كلامنا وكلام بعض النصارى عندما بعض القساوس يتم النقاش معهم كيف تقولون بأن الرب هو واحد وفي الوقت نفسه هو ثلاثة أنه يعتقدون بالأقانيم الثلاثة يقولون هو واحد لكن في الوقت نفسه هو ثلاثة هل يمكن أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا هذا أمر محال ماذا يقولون يقولون هذا فوق العقل حتى يتملصون من الإجابة لكن في الواقع هذا مو فوق العقل هذا خلاف العقل يعني العقل يدرك بطلان هذا الأمر لا يمكن أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا إذا الشيء واحد هو ليس بثلاثة وإذا الشيء الواحد قسمت إلى ثلاثة صار ثلاثة بعد مو واحد العقل العقل يدرك بطلان هذا الأمر فالدعاء أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة هذا الدعاء خلاف العقل لكن نحن نقول أن العقل يدل على وجود الله فوجود الله ليس خلاف العقل بل العقل يدل عليه زيان حقيقة هذا الوجود العقل يقول لا أتمكن من إدراكها ما يقول هذا خلاف العقل لا يقول لا أتمكن من إدراكها لأني لا أتمكن من إدراك حقائق الأشياء فحقيقة الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا كن وجود مجهول لنا لماذا لأن نألف الأشياء المادية ونشعر ببعض آثارها الأشياء المعنوية نحن فيها أجهل لذلك الله سبحانه وتعالى عندما في القرآن الكريم يقول ويسألونك عن الروح شنو هي الروح نحن نشوف جسم هذا الجسم فيه حياة بعد ذلك نفس هذا الجسم يكون ميت شنو الفرق فيوزولوجيا ماكو فرق وإنما وإنما الفرق هو في انفصال الروح زين شنو هي الروح ما ندري لكن عن طريق أثرها أن الحياة في الأجسام هذا الدليل على وجود الروح والموت في الأجسام دليل على انفصال هذه الروح زين مع أن الروح جسم مادي طبعا جسم مادي لطيف لأن الأجسام قسميا أجسام كثيفة يعني متراكمة هذه الأجسام الكثيفة المتراكمة يمكن للإنسان أن يشعر بها عبر الحواسة الخمس كالمرئيات مثلا والمسموعات والمشمومات وما إلى ذلك وهناك أجسام لطيفة يعني ما إلها تركز في الماد هذه الأجسام اللطيفة كلما كانت لطافتها أكثر عدم إحساس الإنسان بها يكون أكثر يعني إحنا حتى بعض الأجسام المادية اللي إلها نوع من الكثافة مثل الهواء فقط عن طريق اللمس عندما يصيبنا الهواء نشعر به زين أكوى أشياء ألطف من الهواء لا نشعر به الآن في هذه الغرفة مثلا مليئة بالأمواج التلفزيونية والأمواج الإذاعية وأمواج الهواتف النقالة زين هذه الأمواج نحن نحس بها لا بأي حاسة من الحواس لا نحس بها مع أنها مليئة هذه الأمواج في هذه الغرفة وفي كل مكان تقريبا لماذا لأنها أجسام لطيفة إلكترونات لطيفة ليس لنا أدات في أجسامنا لالتقاط هذه الأمواج نعم إذا كان هناك جهاز كالتلفاز مثلا أو الراديو أو جهاز هاتف خليوي هذا يلتقط هذه الأمواج لكن نحن أجسامنا غير مهيئة لالتقاط هذه الأمواج هذه الأمواج أجسام لطيفة الجن جسم لطيف نحن لا نشعر به عبر الحواس كذلك الروح جسم لطيف زيان الأجسام اللطيفة معلوماتنا عنها قليلة جدا ليش لأن معلوماتنا عن الأشياء الكثيفة المتراكمة نراها نشوف حجمها طولها عرضها لونها مثلا بعض الخصوصيات الأخرى نتعرف إلى أوصافها عبر ما نراه أو ما نسمعه أو ما نحسه بسائر الحواس لكن الجسم اللطيف الذي ليس لنا قابلية في التقاطه والإحساس به كيف يمكن أن نصفه من شوفه حتى نصفه بالألوان أو بالحجم بالطول كذا من اسمعه حتى نصفه باللطافة مثلا أو الخشونة أو ما إلى ذلك لا نشعر به بسائر الحواس فلا يمكن لنا أن نتعرف على حقيقة هذه الأجسام اللطيفة يقولون الأعمى بالولادة يعني الأكمه هذا الأعمى بالولادة عندما تقول للألوان اللون الأحمر اللون الأصفر الأخضر لا يمكن أن يدرك معنى اللون ما يمكن أن يدركه ليش لأنه ما شعر به فيما مضى ما شافه نعم إذا كان بصيرا ثم أصيب بعمى يتصور لأنه عنده معلومة سابقة لكن الأكمه لا يتصور ذلك أو الأصم بالولادة الأطرش لا يدرك معنى الصوت فعلى كل حال الجسم اللطيف نحن لا نعرف حقيقته إلا قليل جدا من بعض الآثار ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليل الروح جسم لطيف طبعا البعض يقول أنه مجرد وهذا كلام ادعاء خال عن الدليل مجرد عن المادة هذا الادعاء خال عن الدليل بل دلت بعض الروايات على أن الروح جسم لطيف وأنه لا مجرد من المادة سوى الله سبحانه وتعالى وكل العالم بما فيه حتى الوجود الذهني وحتى الأمواج وما إلى ذلك هي أجسام لكن أجسام لطيفة قد تكون وقد تكون أجسام كثيفة وهذا بحث آخر سنتطرق إليه في المستقبل إن شاء الله تعالى إذا الجسم اللطيف الإنسان لا يمكن أن يدرك حقيقة وكنها إلا عن طريق بعض الآثار وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء هل يمكن أن تصل عقولنا إلى معرفة كنه ذات الله سبحانه وتعالى كلا نعم نحن نعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى بطرق منها الآثار كما أننا نعرف بوجود بعض الأجسام اللطيفة عن طريق آثارها فإذن السؤال عن ماهية الله سبحانه وتعالى السؤال من أساسه باطل ومرادنا من الماهية الماهية بالمعنى اللغوي وليس الماهية بالمعنى الإصطلاحي لأن الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية بالمعنى الإصطلاحي يعني الكن هو الحقيقة لذلك هذا الملحد يسأل الإمام قال فما هو زين أثبتت أن هذه الآثار تدل على المؤثر شنو حقيقته الإمام قال شيء بخلاف الأشياء الله شيء لكن لاك الأشياء شيء يعني موجود وسيأتي في باب قادم إطلاق الشيء على الله سبحانه وتعالى الله شيء يعني موجود له وجود ولكن لا كالأشياء ليس كمثله شيء بعد ذلك الإمام عندما يقول إنه شيء لا تتوهم إنه شيء يعني جسم أو هو مثل بقية الأشياء لا الإمام يقول أرجع بقولي يعني عندما أقول إنه شيء أرجع بقولي إلى إثبات معنا يعني الله مو فقط خيال متوهم لا حقيقة هذه الحقيقة لها وجود أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية يعني شيء حقيقي وليس شيء خيالي أو متوهم كما يقول بعض الملحدين أن الخالق هو وهم لا حقيقة هذه الحقيقة وجود واقعي وهذا الوجود الواقعي هو الذي خلق هذا الكون غير هو شيء لكن لا كالأشياء يعني المجسم غير أنه لا جسم الله سبحانه وتعالى ليس بجسم يعني مجرد عن المادة ليس ماديا لأن المادة محدودة المادة تحتاج إلى مكان المادة فاقدة لصفات الكمال يجب أن يعرض عليها تلك الصفات ولذلك الله سبحانه وتعالى ليس بمادة لا جسم ولا صورة لماذا يقول لا صورة لأن بعض أدعياء الإسلام من بعض المذاهب كانوا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى صورة بدون مادة يعني ليس بجسم لكن صورة إذا نريد نشبه تشبيه ولا مناقشة في المثال أنت قد ترى رجلا وقد ترى صورة ذلك الرجل صورة ذلك الرجل خطوط بعض أدعياء الإسلام كانوا يدعون بأن الله هو صورة مو جسم لكن صورة غير أنه لا جسم ولا صورة لأن الجسم محدود الصورة أيضا محدودة ولا يحس لا يحس المقصود بالحس هنا الرؤية لأن كلمة الحس ولو هي تطلق في الوضع على كل الحواس الخمس لكن استعمال في بعض الأحيان يختص بالرؤية كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة هل تحس يعني هل ترى وهذه كلمة ولو عامة لكن استعملت في معنى خاص اللي هو الرؤية كما أنه في اللهجة العراقية الحس يستعمل بمعنى صوت وهذا صحيح لأن الحس هو كلمة عامة تشمل كل الحواس أحدها المسموعات فهنا لا يحس بمعنى أنه لا يرى ولا يحس ولا يجس نحن نقول جس النبض يعني لمسه الجس بمعنى اللمس وهذا تخصيص ذكر الرؤية واللمس هذا رد على عبدة الأصنام لأن عبدة الأصنام يرون أصنامهم ويلمسون هذه الأصنام الله سبحانه وتعالى ليس كالأصنام فلا يحس يعني لا يرى ولا يجس ولا يلمس وبعد ذلك الإمام يعمم ولا يدرك بالحواس الخمس حواس الخمس الله سبحانه وتعالى لا يدرك بها زين هذه بالنسبة إلى الإحساس عبر الحواس الخمسة هل يمكن بعقولنا أن ندرك حقيقة الله الجواب كلا عقولنا تدلنا على الله لكن كنه وحقيقته لا يمكن أن تصل العقول إليه لا تدركه الأوهام الأوهام جمع وهم والمراد هنا قوى الإدراك الباطنية سواء الخيال أو العاقل أو ما إلى ذلك من قوى الإدراك الباطنية لا تدركه الأوهام بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلا يمكن إدراكه بالحواس والله سبحانه وتعالى لا يمكن معرفة حقيقته وكنها عن طريق القوى الإدراك الباطنية لأنه ليس بجسم ولذلك يقول ولا تنقصه الدهور لأن الأجسام من طبيعتها ما يعبر عنه بالكون والفساد يعني تتشكل ثم تتحلل أنت من المجر إلى الذرة هكذا لكن قد يكون الزمان أطول وقد يكون الزمان أقصر الحيوانات والإنسان يتشكل وبالموت يتحلل الكرة الأرضية الشامس القمر حسب ما يقول العلم الحديث علم الفلك الحديث قبل أربع مليارات سنة كانت كتلة واحدة ثم انفصلت وبعد أربع مليارات سنة تنفجر وتنتهي حسب ما يقولون أو يقدرون وهذا الكون هو الكون والفساد يعني التشكل والتحلل ثم التكون مرة أخرى هذه من صفات الأجسام لكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلا تنقصه الدهور الداهر الزمان الطويل ولا تغيره الأزمان الأزمان تغير كل شيء الإنسان يتغير بمرور الزمان الأرض تتغير بمرور الزمان الكون يتغير بمرور الزمان لكن الله سبحانه وتعالى بمرور الزمان لا يتغير لأنه ليس بجسم فإذا لم يكن بجسم فلا يمكن إحساسه بالحواس الخمس ولا يمكن للأوهام أن تدرك حقيقته هذا خلاصة الكلام الذي دار بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين ذلك الرجل الملحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وإياكم بنور المعرفة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة